اشتركوا في القناة ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن كما أكد الرئيس السيسي استعداد الدولة لطرح المزيد من الشركات مع استعدادها لمزيد من الشراكة مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على استعداد للشراكة لتحقيق أهدافه كما أنه ملتزم بقواعد المنافسة العادلة وأضاف الرئيس السيسي أن السلع الأساسية والاستراتيجية متوفرة ويتم الحفاظ على توفير الاحتياطات اللازمة باستمرار مؤكدا وجود خطة لزيادة إنتاج الزيوت بدلا من الشراء من الخارج أشهدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجهود الإغاثة التي تقدمها مصر للمتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وعبر صفحتها على تويتر أكدت مفوضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر أن الفريق المصري كان أول فريق دولي يصل إلى سوريا لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال موجهة الشكر لشعب مصر وحكومتها على الدعم الدائم أعرب الدفاع المدني السوري عن شكره لمصر على إرسال مساعدات طبية للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر وأعرب الدفاع المدني السوري عن تقديره مصر لإرسال فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض فضلا عن إرسال فريق من الأطباء لتقديم الرعاية الصحية ارتفع عدد قتل الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى عشرين ألفا فيما تقل أمال العثور على نجين تحت الأنقاض وسط طقس سقيعي وقال مسؤولون ومسعفون إن سبعة عشر ألفا ومائة وأربعة وثلاثين شخصا لقوا حتفهم في تركيا وثلاثة آلاف وثلاثمائة وسبعة وسبعين في سوريا منذ الزلزال الذي بلغت قوته سبع درجات فاصل ثمانية يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي المؤكد إلى عشرين ألفا ومائتين وستة وتسعين قال الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينيسكي إن قادة بالاتحاد الأوروبي مستعدون لتزويد كييف بطائرات لمساعدتها في مواجهة روسيا وفي خطاب أمام القمة الأوروبية رجح زيلينيسكي انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروجها منتصرة من حربها مع روسيا أبدت روسيا خلال زيارة رافييل جروسيا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية لموسكو استعدادها لمواصلة العمل على إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وتدعو الوكالة الدولية للطاقة الزرية لإنشاء منطقة آمنة حول المحطة للحيلولة دون حدوث مزيد من الأضرار جراء القصف وإستخدام الأسلحة السقيلة شاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو الكيو أركود الظاهر على الشاشة دمتم في أمان الله وكنت معكم مدى سعيد اشتركوا في القناة